السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبقة سيما اليوم ان شاء الله سنقدم لكم حلوة ملكية بموس شكولة وطبقة مقرمشة بطريقة سهلة ومبسطة سنقوم بها بدون جيلاتين وبدون بخالينة وفي خلط كهربائي كانت من وصفتنا الإعجاب نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير فورجة ممتعة نبدأ باسم الله في واحد المقلاء او لف شيكاسخول نقوم بعمل كمية من الفول السوداني انا هنا يقدر تقريبا 1-5 دلمعالق كبار الكوكاو او الفول السوداني مهرمش على هذا الشكل هذا نضف عليهم جوش حيث 3 دلمعالق سكاركي على حسب باش نكرملهم فوق على النار ونخلطهم جيدا ونوضع المقلاء دي لكل على النار كما قد نحرك على النار يكون هذه القرميلة ونحرك من الوقت قوكاو يتم تحمر ونحن أرى الكراميل يتحضر لي قوكاو يتفضل علي كل حبة نقوم بحسب الترميز على طبقة ونقوم بسطلقة مع الموس تصبح مقرمشة لينا ونقوم بجتاعة لمدة متنزل كما قد نمثل من هذا الكوكاو ونحن أرى الكراميل ونحرك على محتررة ونحرك البنول نحن أرى الكراميل و يتغلفوا لي كل حبة الكوكا و يتغلفوا لي الكراميل من بعد ما يدب لي هنا يبنوا لي انه تغلفوا شحبات و شحبات الله لذلك دفت القليل من السكر ثاني ده يعني انتم كخدامين و انتم معينكم ميزانكم يعني في خمسة المعالق حتى جيت ثلاثة ديال المعالق ديال السكر الخاشن غادينا ندف السكر غمقاك نخلط مع الحرارة ديال المقلات بشي دب لي حتى هو ضغية و دائما بالسعانة بملعقة خاشبية حتى يدوب و يتكرم لي و يتحمل من بعد ما غايدوب غادي نديرو في حد اينا او هنديرو في المجمد باش كنوقف له العملية ديال الطاهي دياله من بعد غادي ندوز البيسكويت البيسكويت ما غاديش نعود لكم طريقة تحضر دياله لاني نزلتها لكم في عدة فيديوهات وايضا نزلتها لكم بالخالات الكهربائي و بدون خالات كهربائي غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف كنقطع قطعه لحسب الحجم ديال القالب يغن نستخدمه كيف كتوفونا ندرت قالب مستطيل الطول دياله والعرض غا نخليه لكم صندوق الوصف كنغلف الطابقة السوفلة اللي غا تكون عندي من الاسفل كنغلفها بالشوكولا باش هكا وخا نسقل هاد الجينواز كتبقى لي هاديك الطابقة كتبقى لي شادة فراسة كتبقى ما كتتأترش بهذا كالفزاق ديال الجينواز و كتبقى لي يقابة فراسة طب حل الشغال اللي كنديره مع الاوبرا من بعد مما كنا نغلفها كاملة كنخليها تجمد و كنقلبها فقصة حامل غادي نقلبها فقصة حامل غادي نجيب الايطار للمربع اللي غادي نخدم عليه الحلوة كنحاول ندخل في هادك الجينواز في الواسط دياله و غادي نسقيه جيدا و نوزع عليه الطبقة المقرمشة بالنسبة للسقي فانا سقيته هنا بسلسة ديال الكراميل مع الحليب كنسقي جيدا و ممكن انكم تسقوها بالسيرو او لا تسقوها بأي مشروب غازي او لحتى الحليب و الشوكولات شوكي يجيب زيان الحليب سخون و نخلطه مع الشوكولات و نخليه دفع شوكي و نسقو به من بعد كندوزل الطبقة المقرمشة عندي هنا كمية من الشوكولات كندفع لها الملعقة حتى الجوج معالقة الكراميل هذا الكوكول الذي يوجد ليه كيف تشوفه من بعد كندوزل الكراميل كذلك نضيف تقريبا هنا ثلاثة المعالقة الكوكول ثلاثة الكوكول نضع أزيل كليل من الشوكولة وقليل من الفيوتين وقليل من الفول السوداني يعني أنا نضع هذه اللي بنيسبة الفيوتين والفول السوداني فأحضرون الفول السوداني كيف أجد ربهم كمية واحضرونها في علبة لأنني أريد أن نتخدمه في حالة الحلوية وأيضا الفيتين أحضروا في علبة رابط الفيديو اللي حضرت لكم فيه which I think we can do it in the kitchen ففي حالة الفيديوهات كنا نديرهم لكم من فاصلين باش هكما من ينبغيوهم كنوستوليهم بكل سهولة كنا نوزع الطبقة كاملة دي اللي ضفت على الحلوة ونخليها الجانبين ماشي بالضروري ندخلوها المجمد ففقط بدرجة حرارة الغرفة ارى الحل بارد دبر غدي تجمد لينا وغدي ندوز نوجد لاموس بالنسبة لاموزي الشوكولة فغدي نستخدموه هنا خمسمية ميليليتر دي الكريمة اللي غدي نوضعوه في ايناء غدي نديرو ام عها الادة دي الخفق اللي ام خصشكم فيه تقطرة دي الماء وغدي نوضعوه في المجمد تقريبا مدة دي الواحد عشرين دقيقة حتي نحسو به بدك يقبط اللي عنده الطراب الكهربائي ممكن انه يبرد فقط الكريمة وطراب الكهربائي انا نديرها بطرابية داوية لقبل السيدة اللي ما عندهم مش طراب الكهربائي وباش يعرفوا انهم يقدروا يوجدو حتى هاد الوصفة هذي مش غير حلوة الكريمة تقريدية حتى هاد الحلوة الملكية ممكن انهم يصيبوها في البيت فمن بعد ما كنخرجها كتكون جمدات لي واحد شوية يعني فيها قطع مجمدة غدي نحيد هذوك الجوانب اللي كيكونوا متاسقين بسباتيول وغدي نبقى كننخلط بالخلاط اللي يداوي انا كنخلط الكريمة هذوك القطع اللي فيها الداخل مجلجين كيبقى كيساعدوني على انني كنطلعها بوقت اللي كيكون اقل ونحصل عليها بقاوم اللي كيكون كاتف فكنبقى كنخلط بحالة كبالخلاط اللي يداوي حتى كنحصل على الكريمة اللي كتكون كاتفة عن السامر انا في الخفق من بعد ما كنخفقها كرمودعها جانبا حتى فضبها في تلاجة كندير 100 ميليليتر ديال الحليب كنضيف عليها 200 جرام ديال الشوكولة غدي نخلط هذو المكونات جيدا ما بعدياتهم على النار مهيلة انفوات يسخلي الخالط ما نخليش يغلق غنشوفو بدك يطلع من عهل السخونية بحالكة غنحيضو على النار ونكمل تضيب ديال الشوكولة في غرف هذه السخونية ديال الحليب غديمدك نخلط بحالكة غرب الملح تكيدو بلي الشوكولة مع الحليب ونخليهم يدفعوا ومن بعد ما يدفعوا ليه كنضيف الكرم اللي كتكون خفقتها كنضيف على كيميا من الكاكاو كنضيف على هذه الشوكولة ونخلط هذو المكونات ما بعدياتها أنا بنسبة لي اضيفت الكاكاو لانني استخدمت فقط بديل الشوكولة يعني بديل الشوكولة راني سبق لي وتكلمت لكم عني في تحلم الفيديو هو الشوكولة لما كتكون شوكولة حقيقية رعنك تعرفوها غير من الثامن كي يكون الثامن ديالالرخيص في حال النوعية ديالالقالة او للنوعية ديالال بزاف ديالالنوعيات اللي كنستخدموهم في تزين ديالالصابلي او لف الحياة اليومية المهم انا من بعد غدين نبدأ كنخفق هذو المكونات ونحتين ساجمو ليه مبعدياتهم وغدين ندوز باش نوضعهم على الحلوة انا بالنسبة لي هذو لاموس كنت وجدتها من قبل حتى افتباع تلاجة حتى الول المساء قعد باش حضرت الحلوة باش بيت تاف المجمد بعد ما كنحضر الاموس كناخد البيسكويت دياللي كتكون قبطات في هذو الطبقة المقرمسة ونبدأ كننوزع عليه الاموس ديالالشوكولات بهالطريقة هذي كنحاول نوزع حتى نغطي هذو البيسكويت كامل يعني ندر واحد طبقة اللي هي رقيقة لان ما زال غنضف طبقة ثانية ديالجينواز فكنبقى كنغطي بحالك حتى كنغطي طبقة المقرمسة ما شو بالضروري يعني نعموها بزاف فقط يكون عندنا سطح مساوي باش فتقطع للقاو طبقات اللي هما مقادين حاولوا نهزو الصينية في الدينة بحالك هم نضربوها شوية مع السطح العمل باش تساوي لنا الكريمة ويتملؤ لنا الفراغات من بعد كنناخد البيسكويت اللي كان مقالية اللي قطعت ديالجينواز كان نقطعه بهات الشكل هذا دائما ذلك البلايسكويت اللي كان لدينا ممساوي فكنديرهم في الواسط ما نديرهم في الاسفل ودائما ما نديرهم في الوجه كان ناخد البقية اللي بقتلية من السلسة الكراميل مع الحليب كان نسخي بها الجينواز جيدا تعرفوا الجينواز كلما سقينها كلما تجيل ديدا ومن بعد كان نوزع البقية اللاموس الكراميل كان نوزع للوجه كامل حتى نغطيه كامل من بعد ما كان نوزعها كان نحاول انني ننعمها باش ميندير على هكالقلاسات يجيني اليس ويجيني مقاد من الوجه دياله ويجيني نايم من بعد غن ندخلها على الاقل ست سوائع يلا خليتها باتت ليلة كاملة كما درت لها انا تكون احسن في لاغد كان نخرجها كان ندوز لها شاليمو من جنب ديالها كاملين ومن بعد ما كان ندوزه كان نبدأ كان ندوز واحد سكين باش نفرق الطباقات وكن نحيدها هكال غير بالمهل من الافضل ترجعوها المجمد باش يصق لكم القلاسات عليها رجعوها المجمد باش تشقبت فراسة باش هكام نوزع لها القلاسات يشد لكم فيها بسهولة من بعد غدي ندوز باش نوجد القلاسات هنا عندي متين وعشرين قرام ديال شوكولات كنضيف عليها تسعين قرام ديال وكنضيف عليها متين ميلي لتر ديال الكريمة السائلة كل شيء على حمام مائي وغادي نبدأ كنخلاط المكونات ما بعدياتها حتى يدوز لي هاداك الشوكولات مع القليكوز تأكدوا دائما ان هاداك القليكوز يدوز يدوز لكم جيدا في الخلاة وينساجم لكم باش هكا هاداك القلاسات كيجي قابة فراسو كيجي ميغواغ نحركو حتى يدو بلينا هاداك القليكوز جيدا وينساجموا لنا المكونات من بعد كنضيفو عليهم ما مقدارو خمسين جرام ديال الزبدة يعني تقريبا واحد مالعقة كبيرة مع امرا ومعها واحد الاربع مالقة خلط جيدا حتى يدوز لي هاداك الزبدة في الحرارة ديال هاداك القلاسات من كدوز الزبدة كنحتفظ بالخالط كامل جانبا حتى يدفع واحد شوية من طبقش على الحلوة وهو سخول وايضا خاص الحلوة تكون باردة جيدا حتى يطبقوا على هذه القلاسات ويشد فيها من الأفضل تخليوها بعد ما تطبقوا على هذه القلاسات وتسقطر لكم تدخلوها للثلاجة ويشد المدة حتى يشد القلاسات انا كان خاصة يقدمها مباشرة لذلك بقد كان زين فيها ولكن شما من الأفضل تخليوها ساعتين حتى ثلاثة سويع في الثلاجة حتى يشد القلاسات في راسه حتى لا يوجد الجيلاتين يعني ليش مباشرة كي قبط فراسه ومن بعد تقدموها هنا انا زينتها بعض الأشكال من الشوكولات زينتها معا القليل من نوازت بحالة كاراميليزي ومعا الفيتين فانا دلت لها في الأول فيتين غير بحال الشكل هذا ومن بعد ما زبني الشكل فضفته في الجوانب المهم انكم كتفنوا في تزين على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم كنتمنى فقط ان الوصفتنا لإعجاب ديالكم دائما للعجباتكم ما تبخلوش عليها انكم تصلوا لأكبر عدد من لايكات كنتمنى السيدات يطلبوا مني حلوة ملكية بدون جيلاتين وبدون بخالينة يعني بطريقة لي هي مبسطة وسهلة وايضا قدمتها لكم بدون خفاق كهربائي فكنتمنى الوصفتنا لإعجاب ديالكم ما تبخلوش عليها بتشجيعاتكم وتعليقاتكم الطيبة وايضا اقتراحاتكم وبلما نطول عليكم خليت لكم الراحة الى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة